لكن من ضمن الحاجات اللي كان مهم جدا جدا بالنسبة لينا كجماهير النادي الاهلي وإعلام النادي الاهلي إنك تتطمن على حراسة المرمى لأن ملف حراسة المرمى كان في يناير حديث الساعة بعد إصابة كابتن محمد الشناوي وطبعا دي إصابة طبعا يعني اتهز أي فريق فنيا لأن مش بكلامنا ده بالواقع محمد الشناوي أفضل لاعب لاعب داخل قارة أفريقيا 2022 22 لاعب أفضل حارس ضمن أفضل ثلاث حراس في قارة أفريقيا بمحترفين أفريقيا مع ياسين بونو كان هو متواجد فيه منافسة معه ولكن ياسين بونو هو اللي حصل عليها وقوننا طبعا حارس مرمى منشستر يونيتد وبالتالي ده مش كلامنا مش حد أهلاوي أو حد بيتكلم بالعطفة لأ ده حد بيتكلمك بمعايير وبمقاييس وباختيارات فنية فلما تيجي إصابة بالتأكيد لازم الملف ده يهزك ده ما كانش قلة ثقة في مصطفى شبير بالعكس ده كان محاولة أن انت ما تحطش ضغوط أزيد من اللازم على مصطفى شبير ومن هنا قتى النادي الآلي بالزنفالي اللي بنتمناله طبعا التوفيق في المباراة المحلية ويكون داعم لمركز حراسة المرمى لكن مصطفى شبير اللي وقف مباراة نهاية أفراقيا أمام الوداد واللي قدم مستوى ساهم بشكل كبير جدا جدا فإنك تحسم البطولة وسط أجواء جمهورية صعبة جدا على أي لعد أيا كان سنه بالمناسبة لأن انت محطوطة تحت مسئولية صعبة وأنا بالنسبة لي فيه مركزين كده ما فهمش الظهر ولا ينفع تدرى فيهم مع حد مركز رأس الحربة ومركز حراسة المرمى ده محدش هيشيلك لو أنت مش شايل نفسك محدش هيشيلك ليه؟ لأن دول أكتر مركزين محتاجين لثقة لللاعب الموجود في المركز ده وانت حرس مرمى لو ثقتك في نفسك مهزوزة هتغلط هتقع في مشكلات كتير هتستقبل أهداف فهتلاقي غضب جماهيري كذلك مركز المهاجم لو أنت ثقتك في نفسك مهزوزة مش هتسجل فبالتالي برضو الجماهير مستنية من المهاجم إيه؟ غير إنه يسجل عشان كده راهنا على مصطفى شبير برغم ما حدث في مبارات فيوتشر إن شخصية مصطفى شبير تؤاهله إن هو يكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل إن شاء الله عشان كده مبارات الأمس في ظل أجواء جمهرية مختلفة بتلعب أمام جماهير أندية جزائرية وطبعاً كلكم عارفين يعني أندية جزائرية فطلع بكلينشيت وكان ده مهم جداً هنسمع مصطفى شبير قال إيه بعد المباراة عشان قال كلام مهم وعندنا تعقيب مهم بعد تصريحات مصطفى شبير بعد عدل نادي الأهلي مع شباب الأزداد بالأمس حافظت على شبك كان نظيفة وأنت الذي عوضت شناوي الغائب عن هذه المباراة أولاً كيف صف لنا كيف كانت مباراة اليوم أمام أشياء؟ طبعاً مباراة كبيرة قدام فريق كبير فريق مش سهل خالص ومالعبه قدام جمهوره كلنا شايفين كوالة اللعبة اللي عندهم عاملين إزاي وإحنا احترمنا الخصمه وكان نفسنا نحن نكسب إحنا أي موتش بننزله بننعب على المكسب بس الحمد لله وقبل أي حاجة عايزين بس عايزة أتمنى لكابت المحمد الشناوي الشفاء إن شاء الله العاجل ويرجع لها بألف سلام وحسن من الأول إن شاء الله نعرف أنه الأهل المسلم لم يأخذ أي مباراة يعني رسمية قبل مطولة كاسيومة من إفريقيا هل ربما هذه النقطة كانت أثرت نوعاً ما على تنافسية اللعب؟ طبعاً ريتم الماتشات دائماً مختلف عن التدريب أنت في التدريب بتعلب الريتم على قد ما تقدر بتحاول تجارب ماتش بس إحنا كان عندها لعيبة كتير في المنتخب راجعين مجهدين وفي منهم لعيبة كمان ما لعبتش فطبيعي إن انت ريتم الماتشات لسه وطبيعي واحدة واحدة إن شاء الله يعني نقطة في الأول في آخر طبعاً تامينة قدام فريق كبير تاني في أرضه اللي إحنا بنتشرف إن إحنا بنتعرف في الجزائر طبعاً إخواتنا وشقاءنا والحمد لله أنا بحب جداً مصطفى شبير واب يتكلم بيديك إحساس بشخصية عندها نطج شوية فإنها تقدر تتكلم بشكل كويس وتعبر عن مدى ثقاتها بنفسها والأهم من كل ده إن في التوقيت اللي هو المفترض خارج به يكون منتشي بالنتيجة اللي عملها بيذكر كابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الآلي وكابتنه وده شيء إيجابي جداً ده اللي اعتدنا عليه في النادي الآلي وكنا بنشوف فأندية أخرى بيكون صراعات حراس المرمى مع بعض يعني على وسائل التواصل الاجتماعي على العكس في النادي الآلي ما تلاقيش الكلام ده تلاقي على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشناوي بعد المباراة بيشيد بمصطفى شبير والنواقف في ظهره وبينزله صورة على إنستا فتلاقي مصطفى شبير بيعمل منشن ده طبعاً صورة كابتن محمد الشناوي مع مصطفى شبير اللي نزله كابتن محمد شناوي على الإنستا فيرد عليه مصطفى شبير ويعمل له منشن برضه في الصورة دي وده الروح اللي هو النادي الآلي اللي بيجيب بطولات مش السراعات اللي بيجيب بطولات ومش عاوز الجامهير تدخل القصة وعقد المقارنات بسرعة ولازم تبقى عارف كواس قوي لازم آه تتحمس لمصطفى شبير ولازم تدله الثقة لأن ده دورك لكن خد بالك وقت ما هيغلط لازم تكون برضو عارف أن ده طبيعي لأن حارس المرمى معرض للخطأ مفيش حارس مرمى في العالم لا يخطئ وبالتالي يبقى فيه هدوء في التعامل مع حارس أنا بشوفها فارس أنه مكسب لمنتخب مصر في المستقبل وبيأكد على هوية النادل آلي في مركز حراس المرمى على بنظر التاريخ والأهم كمان أنه جاه في توقيت بثقة الفريق ما كانش شايله الفريق كان بره حالته الفنية فإذا هو متواجد فيه الحالة الفنية اللي شايلت وساعدت الفريق أنه يطلع بالنتيجة فيها دعاته عشان كده هاخد من الكلام اللي أسامة بيقوله ده وفهمك يا قصة فين في مبلغات وإنتوا بتبلغوا مصطفى شبير واللي لو كان غلط كنت أعطيت لا ما هو آه لما غلط إحنا بنهاجم هو فعلا مصطفى لما غلط في المباراة في يوتشور هاجمناه وانتقدناه وقلنا لأ كنت لعب السهل وكابتل أحمد شبير نفسه انتقده وعلى الهوى فإنت بتتكلم في فكرة ما هو فعلا لما بيغلط الناس بتانتقد وأنا عندي قاعدة كده خدها مني واضحة وصريحة أنا مش مدرسة كل الدعم أنا بدعم كجزء هو مفروض أن أنت تعمله ولكن مش اللي بيشيل أي لعب في النادي الأهلي هو الدعم واللي فهمك كده يبقى معرفش تاريخ النادي الأهلي اللي بيشيلك جوه ضغوط النادي الأهلي كبطولات ومباريات ومن الآخر كده مع معا مش هتشوف قدامك مستوى أفشة بمباراة القضية ومع لاش يعني أنا عايز أقول أفشة ده لو في نادي تاني كانت عمله تمثال ولا تحط على شعار النادي ونسألت لك كان دي عقليتها عشان كده بقولك كارن إحنا حنبقى بالنسبة لنا كرة القدم انتهت لو كنا كسبنا الأهلي في المباراة دي انت مش كده موقادرك وانت الأول أصلا وانت في المكانة دي عشان انت أساسا مش كده فبالهدف التاريخي ده أفشة نفسه بعدها اتعرض لانتقادات ثم مستوى جابه في الملعب ثم هو دس على نفسه كابتن محمد الشناوي الراجل اللي ضح ودى النادي الأهلي ورفض عروض ومن كباتن النادي الأهلي وأفضل حارس في إفريقيا بل أفضل لاعب على مستوى القارة كلها محليا في اليوم اللي كان بياخد فيك جايزة حضرتك كان بيتهاجم وبيتعرض لانتقاد عشان النادي الأهلي خسران في مباراة الكاس من الزمالي فإذا اللي حيشيلك في النادي الأهلي مستوىك آه طبعا الجمهور لازم يدعم ولازم يوقف في اللحظات الصعبة ولكن قصدي مش انك ما تدعمش لو انت فهمت ده كلامي وبقى انت فهمته غلط أنا قصدي ان مهما الجمهور دعم لو انت مش شايل نفسك في الملعب صدقني الدعم ده حيبقى مباراة حيبقى مباراتين حيبقى ثلاثة بعد كده مش حيشيلك يبقى اللي بيشيلك في النادي الأهلي هو مستوىك فده اللي عمله مبارح مصطفى شبير ليه؟ لان قوعة قوعة إيس مباراة مبارح على مباراة الوداد خالص ولا ليس أنا بالنسبة لي ليس لها أي علاقة ليه؟ لان رغم ان مصطفى شبير في مباراة الوداد وهو نهائي أفريقيا كان جيد ولكن مع احترامي في عوامل أخرى ساعدت مستر مارسي الكولر انه يدفع بمصطفى وانه هو يكون عارف ان المباراة هتساعد وتشيل مصطفى نسبيا اللي هو إيه؟ انت بتلعب على أرضك وجمهورك طريقة الوداد مش كرة استباقية مش هيجي في ملعبك في القهورة ويحاول يسجل عليك هدف واتنين ويبقى حطك من الصنداؤنز من الآخر عقلية مختلفة وطريقة لعمة مختلفة في عدد الكراط في حالتك الدفاعية اللي هتبقى في أفضل ما يكون في جاهزيتك الفنية ان انت عساسك كالرجلك في الملعب في كل المعطيات اللي تخليك المطش ده ممكن شو بري يعد بيه المطش ده ممكن مصطفى شو بري يعد بيه طب هل هي نفس الظروف؟ لأ خالص مباراة شباب ملزداد يا جماعة هي مباراة مصطفى لقى نفسه في الملعب كده شيل نفسك مع نفسك فاللعب اتحط في ظرف فريق ما بيلعبش بقاله خمسين يوم اتحط في ظرف ان هو بيلعب خارج الأرض مش في القاهرة زي مباراة الوداة اتحط ان هو قدام جمهور شارس وشماريخ وكل ده اتحط في أهم ان حالة الفريق الفنية في الملعب سيئة بيروح عليك 14 محاولة منهم 5 محاولات على مرماك كل ده مصطفى شو بري تحط فيه عايزني ما اقولش ان هو كان كويس امبارح لا زي ما لما بيكون مش موفق بنقول زي ما امبارح لازم تقوله برافو لازم تقوله انت كنت قد الظرف اللي انت شلت فيه نفسك بل الاهم انت شلت فيه الفريق لان القصة مرتبطة بمعطيات امبارح افتح كل مواقع التحليل العالمية واكبر المواقع الاحصائية هتلاقي مصطفى شو بير واخد تقييم بلاس تمانية ده له رأي ولا رأي اسامة ولا رأي اللي بيحب او ما بيحبش مصطفى ده ارقام احصائية غالبا غالبا الحارس بيروح لبلاس تمانية ده لو شرك للجزاء في المباراة ده غالبا الا لو عمل مباراة سنائية لان في مركز حراسة المرمى بلاس تمانية ده مش راقم مش ريتنج يعني بيتاخد كتير فهو راحل بلاس تمانية وما شالش ضربات جزاء لانه عنده خمس تصديات ناجحة منهم اتنين من جوه البوكس من جوه السندوق فانت بتتكلم عن مباراة لأ جيدة نتمنى ان هي تكون بداية شوف كل اللي انا بقوله لك ده ولكن خد مدرستي دايما هيشيله مستوى وانا بقولك لو جيه غلط اه الجمهور هيقوله من طبيعي بيغلط واحنا كإعلام حنقول ما جماعة انت مصطفى كان كذا ولازم تستحمله بس استحملتك مباراة فالنهاية مصطفى مطالب ان المباراة دي تكون بداية وتكون بداية مهمة جدا ان انا حافظ على ثبات واستمرارية المستوى وحافظ على ان انا الدد ده وانا بقول كده مصطفى لازم يسأل نفسه انا في الظروف دي في المباراة دي خارج الارض وفريقي مش جيد واتعرضت لكل الاختبارات دي والدد المستوى ده ليه اقل ما هو مش هيبقى فيه مبرر طالما انا الدد ده يبقى انا قادر قادر يبقى انا لازم احافظ على المستوى ده لابعد وقت ممكن وما يكونش استثناء يتحول لقاعدة ده مهم جدا انه هو نشوفه اما علاقة الشناء ومصطفى شبير فانا بشوف ان هي علاقة طبيعية واي حد من بدري كان لازم يفهمها مصطفى شبير بينظر للشناوي مش انه هو حارس بينفسه وان كان بينفسه بقدراته داخل الملعب لان النادي الاهلي مش هتوقف فيه حارس اساسي الا لو انت بتنافس ولكن هو بينظر فيه انه هو قائد انه هو كابتن انه هو ده اللعيب اللي انا امشي على طريقه انه هو ده القدوة اللي انا مش داخل في علاقة مهما تقلق انه انا انسى ان ده بالنسبالي حتى لو جوه الملعب انا كنت جيد فهو يظل قائد يظل كابتن الفريق يظل شخص ملهم بالنسبالي وقضوة فدي علاقة جميلة جدا والشناوي بيردها دايما انه هو بيرى في مصطفى شبير انه هو حارس يقدر يشيل يقدر يكون موجود ودي علاقة زي مؤسامة قال لكم هي شبه النادي الاهلي ودائما ما تجدها في النادي هي دي ليه بتجيبه طلاط بس انا عايز انا شايفك لا انا مش مدي مش هي مدي من مبارات الوداد انها ايه حقها بشكل كويس ظروف مختلفة لا ده انا عايز اقول لك اصعب والله خلينا اتناقش معك في النقطة دي لان مبارات شباب بالزداد لو لقدر لك كان مصطفى اخفق اخفق في اي قرة كان المجموعة ممكن تشيلك انت لسه عندك تعويض مباراتين ومنهم مباراة على ارضك وحتى يكون عندك مبررات مع مستوى الفريق لكن مبارات الوداد بص بقى الظروف اللي انا حطها لك اللي انت ممكن ربما تقتنع بي انت خسران اخر نهائي كان قدام الوداد ده انا معك في ده عارف بس دي ظروف المباراة عامة مش الظروف الفنية جوان ماشي بس انت عندك سبعين الف مشجع انت فجأة كده بتلعب في مدرجات خوايا ودي مش مشكلة مصطفى ولا مشكلة تلاقيبت بالزبط لطول العمر يعني غلطة الشاب والزاد هتعدي مجموعة تشيلك لكن غلطة في المباراة كانت ممكن تقضي على مستقبل مستقبل بص انا متفق معاك فيما يخص ظروف المباراة نفسها انت لا يمكن تقارن نهاية افريقيا بقى مباراة تانية لأ انا متكلم في الظروف الفنية جوه المباراة في حالة الفريق وانت اكيد عارف ان كان كلام مارس الكولر ان هزي المباراة لما الناس اتكلمت في المجاسفة بالشناوي ان هذه المباراة انا عايز الشناوي يكون معايا هناك اوت في المباراة اللي هي اوي انا عايز الشناوي يكون موجود معايا المباراة دي تستحمل تستحمل ان انا ما غمرش وفي وجود مصطفى شبير في عدد الكرات اللي عتروح عليه في الحالة ان انت بتلعب على أرضك وسط جمهورك مختلفة على المباراة بتاعت الوداء تخارج لا يا كانت مغامرة فارس مهمرة ان انت ممكن مش اي لعب يتحمل الضغط ده وكان ممكن اي مدير فني مكان كولر كان ممكن يلعب لو 70 في الماء جهازية الشناوي كان ممكن يلعب به لكن هو كان في النهاية ثقة كولر الاول في مصطفى ومصطفى ان هو قدر يتحمل الضغط ده لان انا كنت في الملعب انا كنت مشفق عليه بالضغط خلينا نتفق على حاجة ظروف مباراة نفسيا مش هتقارن بحجم مباراة بتاعة نهاية افريق ولكن ظروف المباراة فانيا انا بشوف جوه احداث مباراة الوداد وارجع الارقام ولكل حاجة جوه المباراة المباراة يعني كانت مساعدة مباراة مباراة انها مبارح لا مش مساعدة انت لو مش واقف فيه انت عندك انفراد للوداد قبل ما انت تسجل يعني لو لا تقلق مصطفى شبير في اللقطة دي البطولة كانت خلالت مصار مختلف تماما يا وساما انت بتتكلم في 14 محاولة على مرموك ده انت وان بجياله الكرة في نص السكس يار ده الكرة لو الراجل عادر رجله كده خلينا اقول لك ان انت ممكن اتطفق ماقف نقطة ان احنا دايما بنحسب الخسائر هتوصلنا الفين خسائر مباراة الوداد كانت ممكن توصل مصطفى ان احنا ما نشوفوش النهاردة او مبارح امام شباب الازداد اساسا فدي كانت صعوبة المباراة بتاعت الوداد لكن هو في النهاية اختبارين مر بيهم كان بينهم اختبار بيدينا رسالة ان خد بالك يا مصطفى انت عملت مباراة عظيمة جدا امام الوداد والهدف اللي دخل مر بنا ما كانش خطأك على الاطلاق بل بالعكس انت شئلت اهداف كانت محققة لو كانت دخلت ما كانش حد هيقدر يلومك ولكن جينا في مباراة كان فيه هزة شوية مباراة شباب بالازداد هي دي بقى اللي تبقى المستوى بتاعك نهائي افريقيا شباب بالازداد ونبدأ نحط مباراة كبيرة في تاريخ حرس ان شاء الله يكون كبير تتكلم في المعادلات النفسية خلينا نقول معادلة مصطفى عارف ان هو مباراة مؤقتة داخليا وعارف ان اي حد عارف ان الشناوي بيجهز من المباراة التانية مؤقتة يا عمده كانت ممكن تسمعه مباراة اخيرة ما انا بقول لك هو عارف ان المباراة التانية الشناوي حلو فانا المباراة التانية بالنسبة للشناوي انا مركز في المباراة انبارح مصطفى مركز في المباراة مين ورا مصطفى؟ مع احترامي حمزة علاء وكل الناس بس مين ورا مصطفى؟ أنا ضهري الحيطة يا باشر بس الجماهير أنا واحد من الجماهير كان ممكن أتقبل فكرة نهاية ما بتتنسيش فكرة أنه مصطفى يغلط في شابلوز داد ويكمل ويصعد هنساها لكن نهاية أفريقيا كي تبقى صعب عليه هو هو أنه يتجوزه لأنه يتبقى الدبوط الجماهير عشان كده عشان كده هو ولد حارس كبير يا جماعة ده كلام ملوش أي علاقة بمجاملة الكابتن أحمد شبير عشان البعض ما ياخدناش للسكة دي لأن البعض بياخد نعملوا لازم يكلم لأن الحقيقة بقى وجود كابتن أحمد شبير يعني والد مصطفى شبير ده بيحط ضغط على مصطفى شبير مش بيرفع ضغط عنه لأن الناس دايماً بتبص لأي حد ابن لعب كبير أو لعب صابق بتبدأ تبص ووصل للمكانة دي إزاي ويبدأ يتحط ضغط فالغلطة يتقول لك لا أصل ده أبناء عاملين لا مصطفى شخصية من وجهة نظري وأداء داخل أرض الملعب نتمنى يتكمل على ده مكسب كبير لحراسة مرمى نادلي آلي طبعاً مع زملاء ومع كابتن محمد شيناء وبتنمنى أيضاً الزنفلي النواء يكون بقى عندك الزنفلي ماشي يكون عندك الزنفلي يعني المساحة يلعب مباراة أيضاً محلية عشان نطمئن على حراسة الملعب